شهدت بعض المناطق في الدولة اليوم هطول أمطار مختلفة الشدة تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مع سقوط حبات البرد وحسب المركز الوطني الأرصاد فقد شهدت منطقة فلي في الشارقة هطول أمطار غزيرة وحبات البرد الصغيرة فيما سقطت أمطار ما بين المتوسطة والخفيفة على شوكة ومصيلي برأس الخيمة والمدام في الشارقة وكان المركز الوطني الأرصاد قد توقع تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية بالدولة ورياح نشطة السرعة تصل إلى أربعين كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار والأتربة وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم وتوقع أن يكون الطفص غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر الصحب المنخفضة على الساحر الشرقي والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا نهارا ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفة